أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها وقال رئيس الروسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي أليكزاندر لوكاشانكو بحسب بيان الكريملين بأن العملية العسكرية في أوكرانيا يتم تنفيذها وفقا للخطة وستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها وذكر الكريملين في بيانه بأن الرئيسين الروسي والبيلاروسي نقش أيضا بعض القضايا المتعلقة بالجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والتي جرت أمس في بيلاروس حيث جرى الاتفاق على إجراء مزيد من الاتصالات ومشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي أكد دعمه لبوتين بشأن الإجراءات والعمليات العسكرية في أوكرانيا